في خطوة تصعيدية إضافية أصدرت سكرتيرة نقابة المعلمين الهستدروت توجيهات للمعلمين بالامتناع عن إجراء تقييمات سنوية أو البدء بالتحضيرات للسنة الدراسية احتجاجا على تعثر المفاوضات مع وزارة المالية والتي قد تحول دون عودة الطلاب إلى المدارس في الأول من أيلول سبتمبر المقبل في الوقت الحاضر ما قاعدين نلمس أي تحسن في المفاوضات وتقدم لأنه زي ما شايفين كلياتنا أن الحكومة ملتهية بحالها فيش حكومة اليوم فيش حدا يفاوضنا تأتي خطوات الهستدروت عقب تصريحات لوزير المالية بأن المفاوضات تتقدم بشكل جيد وأنه يستبعد أن تحل أي تشويشات على بداية العام الدراسي في حين يعرب الأهل عن قلقهم بهذا الشأن عدم وجود حل المعلمين سيؤدي بالضرورة لإضربات وخسارة للطلاب وخصوصا أنه الطلاب مروا في فترة كتير صعبة في فترة الكورونا وخسروا كتير مواد وإحنا متأمل أنه هذا الصراع ينتهي لأنه هذا من مصلحة المعلمين ومن مصلحة الطلاب إحنا يعني كأهل إحنا ندعم دعم تام نضال المعلمين ونشوف أنه المعلم لما بيكون ما أخذ حقه من ناحية معاش وما أخذ حقه من ناحية برامج رح يعطي أكثر للطلاب يستمر الصراع بين المالية ونقابة المعلمين الذين يطالبون بتحسين شروط عملهم ورفع أجورهم لسيما الجدود منهم بينما يقف الأهالي إلى جانب المعلمين في نضالهم ولكنهم في ذات الوقت يطالبون بعدم إلحاق الضرر بالطلاب الذين في أمس الحاجة للأطور المدرسية